أبل بداية الفيديو صديقي لم أحبي العزف لم أحبي الموسيقى يعني أو العزف على قلة البزء قناته شانك حباش قناة جدا خرافية يا شباب يعني مبارح هو زبط القناة واليوم وصل 34 سبسكرايبر يعني تصوروا ما في ولا واحد وصل بيوم واحد 34 سبسكرايبر فبتمنى من كل قلبي يعني يا صديقي أنك تشترك بهاي القناة العنجات خرافية إذا بتحب الموسيقى وإذا ما بتحب خلاص بكيفك ناشر بس فيديو واحد ووصل 210 فيوز هذا أول فيديو بالقناة يعني تعرفوا يا شباب أنه الدعم عنده كتير خرافي فبتمنى تشترك فيها وإن شاء الله رحين نزلوا فيديوهات احترافية ويب خليكم مع الفيديو أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلونكم شباب إن شاء الله بخير معكم شاركوا من قناة زاكينغ ساوزون وون وخدني إليكم من جديد اليوم يا شباب رجعنا لكم فيديو جديد وفيديو اليوم يا شباب عن كينغ كرافت جيمز وآسف على الأطعى يا شباب عن جد آسف كتير كتير بس كنت كتير مشغول يا شباب كان يعني كتير كتير مشغول وما كان في وقت إني أصور فبعتزر عن جد يا شباب وأخرتكن يعني أسبوع فآسف كتير يا شباب ولكن رجعنا لكم رجع قويا إن شاء الله وإن شاء الله راح أنزل يعني تقريبا كل يوم إن شاء الله راح قادر أنزل كل يوم فطبعا يا شباب موضوعنا لليوم هو موضوع ضفت لعبة سكاي وورس متما طلبتوا هذيك الحلقة فهي يعني راح رجعي طلع لكم تصويت من فوق بالزاوية إنه إشبتكن أنزل بالحلقة فخلينا هلأ نشوف سكاي وورس أوكي قبل ما نشوف سكاي وورس خلينا أورجيكم للتعديلات اللي سويتها طبعا كتير 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 يا شباب بشكل مو طبيعي قالوا لي فيه الماب كله أخطاء يا شهركم يا شهركم شو هاد ليش هيك أنت طبعا يا شباب أول شي شي طبيعي إنه يكون فيه أخطاء لأنه ما فيه غير عم يشتغل على الماب للأسف وشي الثاني يا شباب إنه بهذا الإصدار يعني إصدار خمسة أنا إصدارات الماب تعرفوا هاد الإصدار يا شباب رح يكون خالي من الأخطاء إن شاء الله يعني أنا حاول أخد جولي على كل الألعاب وإن شاء الله يعني شو اسمه ما فيه أخطاء بس هوني يمكن عم جوع أنا فخلينا بس أقله بالصعوبة أعمله بيسفول فيب يا شباب طبعا كمان فيه شغلة إنه فيه ناس عم تقل لي بحرب البيض وعند عم تنكسر البيضة يعني أنه عم بيرسبني بنفس الجزيرة فهذا يا صديقي يمكن أنه أنت يا إصدارك قديم يا أما إصدارك مو نفس إصدار الماب فإصدار الماب اللي عم بشتغل عليه 1.2.0.18 يعني البتا ستة يمكن بيتا ستة بس المهم هذا البتا خرافية يا شباب متما كون شايفين صلحوا مشكلة الإسكنات ومشكلة التانية كمان يا شباب كمان خرافية صلحوا خلينا أوجيكم إياها اللي هي التكسترات متما كون شايفين هذا تكستر لكي بلوك رجع يشتغل عين الله عليه يعني كتير كتير حلو بالإضافة في تكستر كمان ضايفه اللي هو تكستر الأوامر أو هاي يعني نفس سبعية البي سي التاب وما تاب يعني شوفوا هلا مثلا بضغط أنا سلاش دايا بضغط سلاش بس بدي أضغط كلون مثلا بضغط تاب بيقلي مثلا كلير ولا كلون فيعني يا شباب التكستر جدا خرافي فأوكي خلينا هلا أروح على شو اسمه طبعا كمان في عدلت هنا على الانفورميشن أو المعلومات يعني معلومات الماب تب تعرفوا هنين محلين للمعلومات ما أنا ساخد كل اللي تركن هديك الحلقة ما ليحيل أرجع أنسخ كل هالكتابة فالت الحالي خلي مثلا نجيها لإصدار الماب شوفوا هون مكتوب ماب فيرجن بضغط عليه وبيطلع الإصدار شوفوا من هون خمسة بوينت سفر فيعني شي حلو وهني كنفس يعني نفس هديك المرة فأوكي خلينا هلا نروح على سكاي وورس فأوكي وهي صرنا بسكاي وورس متل ما نكون شايفين عطون رأيكم باللوبي اللوبي عملته عن تصميم مختلف تصميم هيوج شوي ولا هو تصميم أنا بمظري مو زيادة ولكن تسليكي حطيته لأنه عن جدي يا شباب بحسيت حالي كتير متأخر فأوكي في عندكم من هون الريتورم تولوبي وفي عندكم هون الريستارت ماب فبعثيت أنا يمكن جربتوا للماب خلينا نعمله الريستارت على الاحتياط اوكي بعثيت الريستارت طبعا ما راح يطول اوكي قلت لكم ما راح يطول لأنه ما نهو الماب الخرافي اوكي كما كون شايفي هون اربع فرق طبعا مو فرق يعني سينجل هي هلا تكتبوا لي كتير بالتعليقات انه يا شير واند ليش ما بتعمل مابات انه مثلا حرب البيض ما بين كلات ونجي نحن مثل السيرفرات يعني نختار طبعا شباب الفكرة بالي وبيدي اعمل تيقن انه راح اعمل هاي الفكرة ولكن مو هلا بس اخلي اضيف كل الالعاب ساعته برجع ببلج من جديد اضيف مابات جديدة وهكذا عرفتوا علي يعني خلينا هلا عم نشتغل نخلص كل الالعاب يعني بعدين منروح اللا غير الشغلات نذهب الى team الاول اخذنا على team الماب هو ماب نزر دعونا نفتح الصندوق هى هون يصير مثل glitch ماشي الحال هذا هو ماب نزر تصميم من عندي طبعا الفكرة بعرف في كتير ناس اخذين فكرة من قبل حاولت اعمله على السريع ان شاء الله بالمستقبل اضيف مابات اكتر دعونا نلعب لحالنا شوي او رجيكم للمبدأ اوكي نروح الى save طبعا كما يا شباب كتبولوا رأيكم بالتعليقات في ميزة بسيرفرات البي سي اللي بيعرف هاي بيكسل في ميزة انه لما بمر وقت طويل على الماتش او على اللعبة يعني بتصير اللعبة اللحالة او انه السيرفر اللحالة بعمل اعادة تعبئ على الصندوق بتكون اضيف هاي الميزة ولا لا صراحة انا بادر اضيفها بس راح اطول معي كتير لانه بدي كتير ربيترات فاكتبوا لي بالتعليقات يا شباب اوكي طبعا كمان يا شباب في كتير ناس عم يقولولي انه انت شون مركب ماوس وعم تتحكم فيه مثل البي سي انه يعني او انا وقت بركب ماوس ما بصير مثل البي سي تماما اوش انا ماني مركب ماوس يعني يا شباب هلا انا بتحكم من الكيبورد والتحكم العش هاي بتحكم فيه منشا احترقت احترقت او لا 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 اوكي يلا من ناحية بيسفول خلينا هلا شو اسمه اوكي راح الحريق خلينا هلا مسلا نروح على النص مثلا اوكي طبعا يا شباب فيه نوع تاني من سكاي وورس اللي هو انه بتكسر بلوكة الدايموند بتطلع لك شغل الدايموند بلوكة الارون تطلع لك اكل وما اكل اكتبوا لي بالتعليقات بتكون اضيف هاي اللعبة ولا لا فيب يا شباب خلينا نشلح هاي نجيب هاي اوكي طبعا هادا التحديث نجد خرافي يا شباب كتير شالوا اللاق وكتير يعني كتير حسنوا بهذا التحديث فان شو يطل هيك اوكي بعدها اخرنا الجولة منيحة وعدلنا بما فيه الكفاية على الماب لحتى يعني اوارجيكم الريستار طبعا كما فيه انشانتيم تايبل بالوسط كما انكم شايفين هون بالوسط اوكي خلينا نرحلة اوكي انا نحطهم ماجما طبعا وقت اضغط شايفت ما تتدمج من الماجما بعمل هيك تدمج اوكي ايه ايوان نحط ايضا اوكي مو مشكلة فخلينا هلا يعني انه عساس متنا يعني اوو متنا يعني يا شباب اوكي خلينا هلا انموت يلا 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 اوكي طيب هلا انا هلا رجعني على اللوبي هلا اذا بدي اضغط الريستار شوفوا كل شي بدي يرجع مثل ما كان طبعا ما يعني الماء ما بصير تكسروا فيه احيلا بلوكي متل سكاي وورث الاساسية لا لازم بس تاخدوا بلوكات الموجودة بالصناديق فاشوفوا هلا اذا نرجع على الفريق اوكي يلا 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 اوو والله صار شوية شباب اده عن جد قهر يا شباب اوكي طيب خلص بس يروح بارجع لكم اوكي شباب صلحت اوكي كما تروني اوكي بتروني على مكان وكتبوا لي بالتعليقات اذا تكون اعمل ميزة الرفيل او هذه الاعادة التعبئة فيا بكم اوصلا لدينا الفيديو هاتصلا لك لا تشغل اشتراك وان شاء الله انشاء الله انشاء الله سوف نزل باستمرار ومو بس عن الماء كيف تعمل استعادة للماب او كيف تعمل ريستارت للماب كل ماب له طريقة معينة للريستارت مثلا ايجورس له طريقة معينة لحتى اعمل ريستارت مثلا ايجورس يعمل بالزر عندما تضغط الزر يبدأ الجنرات اعمل ست بلوك للزر لترجع الزر وطفي الكماندو شغلات كثير معقدة يا شباب ان شاء الله اذا لقيت طريقة عامة لكل الالعاب ان شاء الله سنزلكم عنها قريبا يبقى ان اشتراك السلام عليكم